اشهد معالي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري بحرص واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله ورعاه في دعم العمل العربي المشترك في مختلف المجالات التنموية ورؤيته الثاقبة في تقدم وتطور مملكة البحرين عبر المشروع الاصلاحي الرائد والمسيرة التنموية الشاملة والدور المحوري على مستوى المنطقة واشار معاليه الى المستوى المتميز الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى وأخيه فخامة الرئيس المصري جاء ذلك خلال جلسة المباحثات البرلمانية البحرينية المصرية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة بمناسبة زيارة وفد مجلس النواب إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة من جانبها أكدت رئيسة مجلس النواب عمق العلاقات الأخوية التاريخية ومستوى التنسيق والتعاون المشترك الذي يجمع بين البلدين الشقيقين مشيرة معاليها إلى أن العلاقات البحرينية المصرية تشهد نماء وتطورا مستمرا في ظل ما تحظى به هذه العلاقات من رعاية كريمة واهتمام كبير من قبل القيادة في البلدين الشقيقين مؤكدة حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين بما يسهم في دعم كافة المشاريع التنموية وخلال الزيارة الرسمية تم التوقيع على مذكرة تعاون بين مجلس النواب في البلدين الشقيقين تضمنت العمل على تطوير التعاون البرلماني المشترك والعمل على تعزيز وتقوية وتطوير التعاون بينهما بالوسائل البرلمانية في مختلف المجالات كما جاء في مذكرة التعاون أن يعمل الطرفان على تبادل الوفود البرلمانية وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المعروضة على جداول أعمال الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية إضافة إلى تشكيل مجموعة عمل من النواب والعمل بكافة الوسائل على تعزيز ودعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجال التشريعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر